السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد معكم كاري ما كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله غالي نشارك معكم بريوش بالياغورت كيجي خفيف كيجي واحد لمدق رائع بززف كنتمنى انكم تجربوا شوفوا معي كيفيش كيجي كيجي في حل الريشة كنتمنى فعلا الوصفة تعجبكم شوفوا القوام دياله وكذلك بدون عجن يعني غادي نعجنه غير بالملعقة انتم غادي تشوفوا معي الطريقة راجد سهلة كيم بززف الاخوات اللي كيبغيوا عجنه ولكن كيخافوا منو لان القوام ديال هاد البريوش كيجي شوية خفيف تابع معي الفيديو من الاولة الاخير لنجاح الوصفة اكيد مع الاسرار ديرو باش ننجح معكم وباش يجيكم كيف ما كتشوفوا معي محمر وكيجي مقد دوزوا معي المقادر وطريقة تحضر في نص الوقت بسم الله على بركة الله غدي نحتاجوا واحد العلبة ديال الياغورت او ضانون ديال فاني كما قد تكون في الاول انا غدي نخوي هنا في واحد الكاس وغدي نجيب هاد الكاس غدي نعمل فيه كاس ديال الماء يعني العبار ديال الياغورت غدي نعمل فيه كاس ديال الماء يكون دافي كما كتلاحظوا معي هنا يا وغدي نضيف معلقة كبيرة ممسوحة من خميرة الخبز إذا كان الجو بارد بزاف غادي ستعملو معلقة ونصف هنا كما تشوفو غادي نخلط هاد الخميرة مع الماء وغادي نخليه واحد دقيقة للمقانة هاد المرحلة مش ضروري ولكن إذا كنتوا بغيتو البريوش ناجح 100% ما تخافوش من الخميرة والنسلي كيكونوا مثلا عندهم الخميرة قديمة ممكن أنهم يعملو هاد طريقة هاتي صفي بعد ما اختمر هادك الخميرة مع الماء غادي ندفعيهم العلبة الياغورت وهنا ما غاديش نستعمل الساشي ديال فاني لأن النكهة ديال الياغورت كافية إذا كنتوا بغيين النكهة ديال فاني أكثر ممكن أنكم تضيفوا الساشي ديال فاني هنا غادي نضيف جوج ديال حبة من البيض يكون الحجم ديالهم متوسط ومن الأحسن يكونوا خارج تلاجة جبدوهم من قبل من الأحسن صفي كما كتلاحظو غادي نخلط هنا غير بالملعقة الخشبية هنا ما غاديش نستعمل يدفعي نهائيا صفي بعد ما خلطت البيضات مع الماء والخميرة غادي نضيف عليهم كذلك نصف كاز ديال السكر ونفس الكاس غادي نضيفوه نصف كاز ديال الزيت دائما العبار غادي تجبروهم في صندوق الوصف سواء بالجرام سواء بالكيسن كما كتلاحظو غادي نخلط مزيان هاي المكونات مع بعضهم وكما كتلاحظو هنا خدمت غير بالملعقة هنا بالنسبة للدقيق عندي هنا 500 جرام ولكن أنا عادي نقول لكم في الأخير الكمية اللي تخلطتلي فيها بالنسبة للدقيق الدقيق الأبيض اللي هو الفرس أو الفارينة ماشي ضروري يكون دقيق الحلويات ولكن يكون الدقيق يعني اللون ديالو يكون أبيض فاتح باش كيكون نوعية جيدة يعني كيصلح جميع الأنواع ديال الحلويات أو الخبز صافي كما كتشوفو بالنسبة للدقيق قاد نضيف شوية بشوية لأن الدقيق دائما كنحاولو ما نضيفوش كمية كاملة اللي عندنا باش كنتحصلو على القوام اللي بغينا هنا نضيفت أنا شوية اللي ملحة دازت في الأول يعني ما قلت لكم شي هنا كنستمر بإضافات دقيق شوية بشوية بالنسبة لكمية اللي ادخلت لي أنا 400 جرام ما يعديل أربعة ديال الكؤوس كل كأس كي وزن 100 جرام حاولوا دائما الدقيق ما تضيفوش كمية كاملة عبرو الكيمية اللي كان قول لكم وبقوا تضيفو شوية بشوية القوام ديال العاجين أنتم ما غدوا تشوفو معايا كيكون شوية خفيف لإني لما كان شي خفيف حالة الشكل هذا أنتم ما تشوفو معايا البرى يجديركم غدي يجيكم شوية قاصح صافي كما كتشوفو كنحاولو نخدم بهالطريقة هذي يعني بلما كنحاولو أنا نعجنوا بيدنا أو لنا عمدوا فوق سطح العمل ولي عند العجانة ممكن أنها تعجن بالعجانة صافي كنحاولو أنا نخدم بهالطريقة القوام ديال العاجين كما كتشوفو كيبالكم خفيف كيلتسق في اليدين هذا هو القوام دياله في نص الوقت يعني ماشي جاري بزاف أنا غادي نعمل في الإناء آخر وغادي بلكم القوام دياله هنا ضروري هذك الإناء الآخر غادي تضعو فيه شوية ديال الزيت وكما كتشوفو الخليط ديال العجين كي بنخفيف ولكن كما قد لكم القوام دياله ضروري يكون بهذا القوام هذا صافي وقد دهنوا يدكم بالزيت وكتحولوا أنكم تجمعوا العجين وكتخليوها تختمر حتى كي يضعف الحجم دياله كي يبقى لحسب الجو ممكن تديركم 4 ساعة نص ساعة يعني ما كيكون طبعا الجو سخون ضغية كتختمر صافينا غادي نغطيها وغادي أرجع معكم بعد ما تختمر أنا أدت لي نصف ساعة ديال المقانة كما كتشوفو كما كتلاحظو تقريبا الضعف الحجم دياله على ثلاثة ديال المرات ضروري أنه الضعف الحجم دياله باش كيكون البريوش ناجح يعني اتهدى من أسرار ديال نجاح للبريوش صافي كما كتشوفو غادي نحايد الهواء اللي كيكون فيها وهنا ضروري أنه كنت دهنو يدكم بالزيت لأن العجين كيكون خفيف غادي عدبكم شوية إذا ما عملتوش الزيت ما تعملوش الضقيق يعني حاولو أنكم تستعنوا بالزيت أنا هنيا غادي نعملهم شوية كبارين بالنسبة لكم تماما ممكن أنكم تعنوهم صغرين غادي خرجو لكم حتى 14 حبة أنا عملتهم كبارين خرجو لي 9 ديال الحبات كما كتشوفو يعني الحجم دياله في يدي صافي بعد ما كنسالي الكيميا اللي عندي أنا مباشرة كنوضعهم في الطاوة اللي كتكون يا إما بورق الطبخ يا إما كتكون مدهونة بالزيت و شوية ديال الدقيق أنا عملتهم في الطاوة اللي عندي فيها الورق ديال الطبخ ومن بعد مباشرة غادي نخليهم يختام رودة إيمان كيبقى لحسب الجو ديالكم المرة الثانية ما كتعطلوا شي بزف يعني 1-4 ساعة و 20 دقيقة إذا كان الجو معتادل يعني ماشي سخون بزف وماشي البرودة طبعا لكي يكون الجو بارد أكيد كتعطل سواء في اللول سواء في الثانية مرة الثانية المهم هنا يا صافي أنا مباشرة كندهنهم ما كنخليهم شي حتى كيختمروا بعد كنندهنهم ببيطة هنا أنا بسطهم شوية رما بكنش بينا في الفيديو ضروري أنكم تبسطهم شوية باش ما كيجوا شي غلاطين بزف ولكن كي مشتوا معي أنا العجين ديالي كان خفيف بزف يعني وخل خليهم كيفما هما يعني غادي يجوا خفافين ما تخافوا شي منهم صافي هنا أنا كنهلم كما قد لكم الوجه ديالهم في الأول عاد كنخليهم يختمروا يعني تبنسبة الأخوات لأول مرة كيوجدوهم باش مليكي يختمروا ما كتحلوا مشي هذك الخميرة ديالهم إذا دهنتوهم وهما مختمرين يعني بالنسبة للناس لأول مرة مثلا كيوجدوا هذا البريوش صافي هنا أنا غادي نزينهم شوية ديالجنجلان وغادي نخليهم يختمروا نفس الطريقة غادي نكمل العجين اللي باقي اللي في الطاوى أخرى صافي بعد ما كيقربوا يختمروا وكنشعلوا الفران كيكون سخنة 180 درجة 11 دقايق هنا يا صافي يختمروا الطياب ديالهم تقريبا كي تدو ما بين 15 دقيقات و 18 دقيقة كيكون طايبين من الفوق ومن الأسفل الطاوى كنعملوا في الوساط مشعل الفران من الفوق ومن الأسفل بالنسبة للفران ديال الضو كي يطيبوه كيتحمروا في مرة واحدة وبالنسبة للفران ديال الغاز حتى هو كنشعلوه من قبل 11 دقايق كتكون عفية متوسطة ما كتكون شي مشهدة بززاف كنعملوا الطاوى في الفوق كنشوفوهم تنفخوا بدو كيتحمروا من الجوانب عاد كنهبطهم الأسفل وكننقصوا النار يعني أقل من المتوسطة باش كنخليهم يتحمروا وكي ياخدوا هذا اللون هذا الذهابي كان هذا وشك نهائي ديالهم كما كتلاحظوا معاي هنا يا كما كتشوفو بريوش ناشحين 100% كما كتلاحظوا معاي كيجيو خفافين بززاف كيجيو حلمدق رائع بززاف جربوهم بالياغورت ما تخسروا التحاجة لأن كذلك ما ضيفنا شي الحليب يعني ضيفنا غير الماء باش تكون الوصفة شوية اقتصادية أنا غادي نوريكم القوام ديالهم والشكل ديالهم كما كتشوفو حتى اللون ديالهم الدهابي كما كتلاحظوا معاي حتى الفران يعني عنده دور كبير في الوصفة وكنتمنى إذا عجبكم الفيديو تبرتجوه مع الأصدقاء والأحباب ديالكم كما كتشوفو كيجيو خفافين بززاف يعني اهتم تقطيع ديالهم رباين كل شي واضح كما كتلاحظوا معاي وكنتمنى أنكم تجربوهم بالياغورت لأنك يجيوح المدق مختلف نهائيا أنا غادي نكون وصلنا آخر الفيديو وإلى اللقاء مع وصفات أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر